السلام عليكم مرحبا بكم معي مجديد وصفاتي كنتم نتمنى تكونوا بخير كيدا يرين مع هاد الحرارة مهم بما انه دبع هاد الوقت هاد يسخن الحلقة مع الوصفات الخفيفة واللي في ساعة توجد اليوم وغادي نشارك معكم واحد الكاك ما فيش لخدمة بثاف غنو نجده في الخلاط غير ببيضة واحدة وكاس البرتقال او لحبة برتقال غادي نحتاج ببيضة عندي تمكاس ديال البرتقال كاس ديالزيت كاس ديالسكر لكيبغي الحلاوة يدير كاس ونصف ثلاثة ديالكووس ديال الدقيق الخاص بالحلويات جوج اكياس ديال خميرة كيموية او لستاشل جرام مبشور ديال برتقالة او لقشور ديال يمونة محكوكة معلقة كبيرة ديال الخل اللي غاي ساعدنا بش اننا ننطلعو الكاك ديالنا لانه فيه غير بيضة واحدة قرصة ديال الملح هاد شي كولا هو غادي نخدموه غير في مولينيكس هاد ما كان اول حاجة فكنا نخذ ديال البيضة ومنطبيعت الحل على نصير كاملة تكون بدرجات حرارات المطبخ والكاس اللي كان عبر به ارا هو الكاس المعتمد عندنا في المغرب ديال اتاي اللي هو كاس ديال العنبه هاد شي تعلمنا الكاك بالكاس ديال العنبه وقنا كنصفوه به حان ما ساني سيشي تبا الميزان هاد كيكا هاد كيكا عادية يومية ما فياش بزاف ديال التعقيدات صفي اشنو كندير كندير ديال البيضاء كنزيد سكار كنزيد الزيت وغنزيد عصر البرتقال وغادي نزيد احتدك مبشور ديال البرتقال والخل غندير العناصر كاملة الا الدقيق وخميرة هي اللي غادي نخليهم في اللخر غادي نطحن هاد الخليط هاد ديالي مزيان حتى كيبتل اللون يعني غنطحنو واحد ثلاثة اربعة ديال الدقيق حتى كييدير ديك فوقعات واللون ديالو كيتبتل عاد باش غادي نديرو باش ندير فيه الدقيق بالنسبة هاد الكيك هادا تقدرو تخدموه بالباتر الكتريك اولا طلعو هاكا بالباتر ديالكم ديال الطو ولكن إلا خدمته غير بديال غير بالمضرب اليدوي ما تحصلوش على نفس النتيجة لأنو هاد الكيك هادا دروري ما ديك البيضاء مطلعوها مزيان مع دوك العناصر حتى كي تبدلون ديالا باش كنتحصلو على واحد الكيك اللي كتجيم هوية بزاف هاد شي اللي كي نرس بارك الله كل شي نديرو اللي نكس فلطان اول حاجة كببيت هاداك اولا صبيت هاداك الخليط في البول اللي غادي نخدم به طوفت الكاس اللي هو ديال الدقيق من طبيعة الحال كنغربلو الدقيق دقيق ركن داجا عندي مغربل وعاود غربلتو دوزين فو باش كنتحصل على واحد الكيك اللي يمهوية كندير هديك الخمير الكيموية وغنضيف الكأس تاني ديال الدقيق يعني 100 جرام في 100 جرام هنا وصلت الـ 200 جرام ديال الدقيق وغادي نحرك في العادة إلا كانت الحجم ديال البيضة كبير راه غتاخد لكم ثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق حتى الجوج وثالث غادي يكون يعني ناقص غير واحد الأصبع أنا كان عندي حجم ديال البيضة متوسط وحتى النوعية ديال الدقيق حتى هي كتختلف دك الشي علاش أنا دخلت فيه هنايا غير جوج ديال الكووس ونصف ديال الدقيق يعني 240 جرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات بالضبط أنا الماركة اللي سنخدم بها هي ميمونة هاد شي لي كان مشي إشعر الطحين ولكن لكالي تدياله زوينة وكاتعج مني الخدمة به هادا ما كان صافي الكيس الثالث كما شتوفه فضفت غير واحد شوية وبجيتك نخلط لأنه كل كل دقيق كما قلت لكم ودرجات الامتصاص دك الشي علاش الكيس الثالث غا نبقى نزيدوه شوية بشوية صافي وهاد الكيكة هادي ما كان سخنوش ليها الفران يعني الحد الان راني مشاعلاش الفران حتى غادي ندخلو الكيك كدي يعني الكيكة ديال المحلبات كدي تبارك الله في واحد المضاق خورا في منعود شليكم سافي انتم الكستل تراني مدخلتوش كامل را خليت منوها ك هاد النص هادا ومن طبيعة الحال المقادير غادي تلقاوها بالتفصيل بالتفصيل في صندق الوصف او للابواد انفورماشون وهنتو ما شوفوا الخليط هادا هادا التكستور او للقوام ديال الخليط ديالنا كيكو يجي بحل جنواز صراحة والكيكة التلمون كدي خفيفة تحلفو عليها انها جنواز مخدومة بواحد ستادي اللي بيضات وهي را غير بيضة وحدة هادشي لي كاين القطر ديال السينية اللي خدمت بها غدي نخليه لكم في صندق الوصف اه من الافضل هاد الكيكات هادو كيكونو هكاية على شكل مستطيل او للا مربع بشمي كان قطع وكنتحصلوا لنفس النتيجة اللي كيدير مول المحلابة راحت حصلت الى 16 قطع متوسطة اللي كنناخدو بثلاثة الدراهم من عندمون المحلابة هانتو ما شوفوا لاتكستور دياله راحت الموجات الشيشة بحلة يعني راك تاكلو شي جنواز اللي كما قلت لكم مطلعينها بلا مغانج او لا مصوبينها بزاف جل البيض سوف هاد الشيلي كان بالنسبة السينية كي مشتور اني كنترت لها البابي كويسون ممكن انكم غدهنوها بالزبدة وديروا ليها الدقيق باش ما يلتسكش لكم الكاكت ديالكم ولكن انا كنفضل شخصيا انكم تديروا اه ورق المطبخ او للا البابي كويسون علاش باش تسهل لكم انكم تحيدوها لانه راك تجيه شيشة شيشة ديال بالصح وحتى اللي قدرتوا غير طحين غير زعم الزبدة والطحين فقطعوها في المول ديالكم ما يحساش انكم تحيدوها هكا باش ما تهرسش لكم لانه كما كنت لكم وانا تسنكد على انها شيشة صافي بقيت في تزين بسيط ديال ملمح لعبة صافي دهنت لها هكي الوجه ديالها بالكونفيتور ودرت ليها الكوك الكوك نوعية جيدة طبيعية الحال انا كنختم غير بالكوك اللي كيكون ميتم هذا كان شوية غليد ما طحنتوش خليتوها كاك باش كي يجي الماضاق ديالو زويني كتكونو كتاكلوه كاتتحسو بالماضاق ديال كوك من الفوق ومع ديالك الكيكا هكاك بالليمون نرهج الماضاق ديالا فريمان فريمان زوين بساف كتستاهل انكم جربوها وديما كنقول لكم جربو الوصوعة عاد باش كتحكمو عليها هادشي اللي كاين وبالنسبة الوقت ما خدتش مني يعني الوقت بالسافرة راه ضغيية طابت وضغيية وجدتها لانه كل شي درنا في الخلاط تقريبا واحد اربع ساعة راح كانت موجودة خليت تحت بردات انا عاد زينتا وهنا غادي نقطعها كما كتليكم 16 قطعة ديال الكيكا هكا بغيتو تديرهم كبار ديرهم كبار انا درتهم قد هادوك اللي كان شريف من عند المحلابة او لمو المحلابة سوف يتدير المستارة باش يدير الطريفات كاملين قد قد هادشي اللي كان قد نقطع معاكم طابعية الحال باش تشوفو كيف جاة رجاته شيشة وبنينا واللي وصل حسل هنا كنقول ليه بارتاجي الوصف مع الاصدقاء والاهل واعلاش اللي حسل مواقع تواصل الاجتماعي صراحة لله هاد المحتوى دي للطبخارة مبقى تشي واحد باغي شحل من واحد كيدخل كيشوف كياخد العونسات وما كيديرش لايك وما كيتابوناش ناكي ما كتليكم ضروري ضروري ما انكم غتلقوا شي حاجة اللي ترضي الضوق ديالكم غير تابونوا وفايلوا زر الجرس ولا يبود ولا بدا غتلقوا شي حاجة اللي غادي تعجبكم عندما شوفوا كيف يفجأت حتى اللون دياله صراحة جزوين بالزاف والمضاق جزوين واللي كيبغي الحلاوة يزيد واحد شي شوية دي السكر انا دائما كان نقص سكريات في القطويات ديالي صافي هاد شي اللي كان كانت مناليكم الخير وتيصير السلام عليكم الوصفة الجاي ان شاء الله وما تنسوش الكومنتيك واللايك ضروري وبرتاجي مع الاهل والاصدقاء ومسلام عليكم وصفة الجاي ان شاء الله باي باي